أدانت حركتا فتح وحمس جريمة اغتيال الباحث الفلسطيني فادي البطش في العاصمة الماليزية كوالا لامبورا واتهمت الحركتان إسرائيل بالوقوف خلف الحادث مطالبتين الدول العالم جميعا بتحرك لمحسبة إسرائيل والحق العقاب بها على القتل المتعمد الذي تقوم به مؤكدين أنه عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب وأعمال الإرهاب فلما جال للموقف المتوازن يشاروا الآن وسائل أعلام ماليزية قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل الأكاديمية الفلسطينية فادي البطش الحائز على جائزة أفضل باحث عربي في منحة الخزانة الماليزية على يد مهاجمين كان يستقل لدرجة نارية وستفاه بحوالي عشر طلقات نارية